بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب في المحاضرة ال11 من كورس البي امي اس النهاردة هتكلم عن مراوح السحب هتكلم عن مراوح السحب اللي هي بنسميها الـ EF EF معناها Exhost Fan يبقى المحاضرة بتاعتنا اليوم بتتكلم عن مراوح السحب النهاردة هتكلم عن مراوح السحب الـ Exhost Fan طبعا مهم جدا لينا كمهندسين بي امي اس ان احنا نعرف الاشكال الميكانيكية او الاشكال المختلفة لمراوح السحب طيب اشكال مراوح السحب فيه اشكال مختلفة منها زي الشكل اللي احنا شايفينه ده بنسميه الـ Inline Mixed Flow الـ Inline Mixed Flow دي is Host Fan EX أو EF تمام فيه عندي الأكسيال فان الأكسيال فان زي الرسمة دي او دي دول الأكسيال فان فيه عندي بعد كده السنترفوجل تمام او سنترفوجل فان اللي هي بالشكل اللي قدامنا ده يبقى احنا هنا بنتكلم عن اشكال 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 مراوح السحب او الـ Exhost Fan رقم واحد الـ Inline Mixed Flow رقم اتنين الأكسيال فان رقم تلاتة السنترفوجل فانز طبعا باستخدم فين ودي مهمة جدا باستخدم فين المراوح السحب باستخدمها في الحمامات ده مهمة جدا في المطابخ في الجريات تمام المواقف في غرف الكهرباء في غرف المولدات الجنريتور في غرف المحولات في المخازن وهكذا يبقى لو حد سألني مراوح السحب باستخدمها فين ممكن اقول له والله باستخدمها يا بقى انت لازم لما تروح عند حمامات هتلاقي فان مراوحة شفط او الشفاط اللي احنا بنسميه تمام بيسموه Exhost Fan الحمامات المطابخ المواقف او الجرجات في عندي غرف الكهرباء في عندي غرف المولدات في عندي غرف المحولات في عندي المخازن ايه هو الهدف الرئيسي من استخدام Exhost Fan او مراوح السحب رقم واحد ازالة الروائح الغير مرغوب فيها في المكان في بعض الاماكن فيها روائح زي الحمامات غير مرغوب فيها فانا عايز اسحاب هوايه واعمل لها عملية سحب وطرودها لبرا رقم اثنين ازالة حمل حراري من المكان ان انا بسحب درجة الحرارة الموجودة في المكان وطرودها لبرا بالنسبة لنا احنا كBMS الموضوع شرحناه في محضرة الاه اتشيو انا عايزك ترجع لمحضرة الاه اتشيو هتلاحظ هنا نفس الشرح وهو هو احنا شرحناه في حالة الاه اتشيو انا اللي يهمني دلوقتي تمام في عندي ادي الموتور الخاص بالإجزهوست فان ده الموتور الخاص بالإجزهوست فان او ده الجزء بتاع المروحة الخاصة بالإجزهوست فان طبعا بنركب هنا دي بي اس مفتاح لقراءة فرق الضغط وبيكون رابط طبعا المراوح دي بتكون رابط اخوانا في الغرفة على حاجة بنسميها الام سي سي موتور كنترول سنتر لأحد الكهرباء الخاصة بالتحكم في هذه المراوح طيب بتبقى رابط ازاي واخد كابل باور باور كابل اهو عشان اغزي بيه موتور تبصيت هنا كده اهو انا هنا بلاقي اين لاين ميكس اتفلو مثلا ده مروحة او المروحة دي اللي هي الاكسيال رحتنا مركب واحدة هنا اكسيال اهو مركب واحدة هنا ايه اكسيال مغزيها بكابل باور للمروحة وبعدين حاطط دي بي اس حاطط دي بي اس اهو قبل وبعد المروحة حاطط الحساس بتاعك حالة دي بي اس تروح داخلة على مين داخلة على دي دي سي فيه عندي هنا زي ما شرحنا قبل كده اربع اشارات اربع اشارات فيه تلاتة هيطلعوا من الموتور كنترول سنتر ده يروحوا لل دي دي سي وفيه واحدة بس بتيجي من الدي سي تروح داخلة على مين الموتور كنترول سنتر الخاصة بأوامر الفصل والتشغيل يبقى واحدة خاصة بالفصل والتشغيل هتلاقيها اهي بايناري اوتبوت اللي هي الاشارة دي تمام دي بتطلع من الدي سي عشان تقفل وتفتح المراحة فيه عندي اللي هو هناك اشارة واحدة ديجيتال بايناري او ديجيتال اوتبوت بايناري او ديجيتال اوتبوت عشان اعمل اوامر الفصل والتشغيل للمراحة دي اوتبوت كله بعد كده امبوت فيه عندي تلاتة امبوت تمام او اربعة امبوت فيه منهم طبعا الرابع ده اللي هو داخل على الدي دي سي اللي هو مين يا شباب اللي هو الدي بي اس حالة الدي بي اس دي اللي هي السيجنال دي هنا واحدة بتاعة الفصل والتشغيل ديجيتال اوتبوت طيب ديجيتال امبوت او بايناري امبوت فيه عندي تلات اشارات واحدة بتوضح حالة المروحة الاكزوست فان هل هي شغالة على رقم واحد احفظ معايا قلناهم مئة مرة دون وتو ولا مانيول وبتوضح بتاعة المروحة رقم اثنين وبعد كده بتوضح الرب بينهم والاشارات الخاصة بمراوح الاكزوست فان يبقى المحاضرة بتاعتنا النهاردة بتتكلم عن الاكزوست فان او مراوح السحب وليها اشكال كتير وشوفنا ازاي بتحكم في هذه المراوح من خلال انظمة البي ام اس شوفكم في محاضرات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته